ايران مصممة على الوصول الى الاسلحة الاكثر دمارا هذه احدى الخلاصات التي وردت في تقرير صادر عن وكالة المخابرات الحكومية الالمانية على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران بسبب انشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة والعالم التقرير مكون من 181 صفحة اشار الى ان النظام الايراني لا يزال يسعى للحصول على معدات لصنع اسلحة محرمة دوليا وقد حاول العام الماضي شراء معدات من شركات بولاية بادن فورتنبرغ جنوب المانيا واكدت وثيقة المخابرات في بادن فورتنبرغ ان ايران لا تزال تتابع تلك الجهود قائلة انها وبلدان اخرى كسوريا وكوريا الشمالية تهدف الى استكمال الترسانات الموجودة لديها وتحسين نطاق اسلحتها وامكانية تطبيقها وفعاليتها وتطوير انظمة اسلحة جديدة كما اوضح التقرير المخابراتي ان ايران تحاول الحصول على المنتجات الضرورية عبر عمليات شراء غير قانونية في المانيا ومن دون الكشف عن اسماء الشركات التي قد تكون متورطة في مثل عمليات البيع تلك اشار التقرير الذي يغطي بادن فورتنبرغ جنوب المانيا وهي منطقة تنشط فيها شبكة ايران لاحتوائها على العديد من شركات الهندسة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة اشار الى وجود بيانات محددة حول محاولات غير مشروعة للحصول على التكنولوجيا تتعلق باسلحة الدمار الشامل كما تطرق الى حصول محاولات شراء مشبوهة عام 2019 اثرت على تلك الشركات ونصحت وكرة الاستخبارات في بادن فورتنبرغ الشركات بالحصول على معلومات دقيقة حول الوضع القانوني الحالي لأي مشتر قبل اجراء التسليم مشيرة الى ان هدفها هو منع الدول الخطيرة من بناء وتطوير اسلحة الدمار الشامل وانظمة توصيلها وهما يؤكد الحاجة لمزيد من العقوبات لمنع طهران من توسيع نفوذها التخريبي في العراق والمنطقة عموما